أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذه عدة المتوفى عنها لأنه قد نحن تحدثنا عن عدة من؟ عدة المطلقة قد يحسب البعض أن عدة المتوفى عنها زوجها مثل عدة المطلقة وليس كذلك فعدة المتوفى عنها أن تبقى يتربصن بأنفسهن وجاءت الأنفس أيضا مثل ما كنا التربص هناك بالأنفس أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر التي يحرك وعشر الاحتياط لأن الجنين يتحرك فيها وهذه أمور تعبدية يعني ينبغي يعني لو قال قائل طيب الآن يمكن نحلل ويمكن نطمئن وأيضا لها أحكام أنها سيأتينا في التحديد بحق خطبتها أنها لا يجوز أن تخطب صراحة لا يجمع لها ترك الزينة وتبقى في البيت ولا تزوج هذه المتوفة عنها زوجها وكانت في الجاهلية تبقى السنتين والثلاثة بل كانت في الجاهلية تبقى المرأة سنة كاملة ما تمسمى ما سنة كاملة في الجاهلية وإذا انتعت السنة تأخذ بقطعة من الروث وترمي به يعني كأنها خلاص يعني ثم بعد ذلك تختص يعني سنة كاملة ولكن الإسلام الحمد لله باح لها فجعل هذه الأربعة أشهر اعتداد لهذا الزوج واحتاط كلها الاحتياطات مع أنها ما احتاط في المطلق لماذا؟ المطلقة تتربص والمطلقة يجوز أنها تطلع وتدخل يجوز ولا لا لكن لماذا جاءت الحيطة في شأن المتوفى عنها؟ لأن المطلق حي ولا لا لو قالت أنا أنا حامل هو يعرف نفسه ويستطيع دافع عن نفسه أما تلك فنحجرها نضع على الحجر هذا حتى لا تتبلأ على هذا الميت وتقول أنا حامل منه واضح؟ فحتى نحصرها ما تخطاب ولا يصرح بقطبتها وحتى أيضا لا تقع في هذا المحظور وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن أيضا هنا أيضا فيه فائدة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ولاحظوا كلمة عليكم ما قال عليهم ليه؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن ها؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يعني لا تبالغون بعض الناس الآن لما الزوج توفى سواء هي أو وليها يقول يعني لا تفرحين يعني لا تحاولين أربعة أشهر وعشر أيام لا يعني لا زيدي لأن حزنك هذا أو زع يعني احتجابك كأن الناس يقول فأنت فرحت بهذا بهذا الانتهاء قال الله حزنك فلا جناح عليكم وقال عليكم لماذا ما قال عليهم هذا يدل على أن كما يقول بعض الفسرين عليكم دلالة على أنك أنت الناظر عليها وأنت المسؤول عنها وأنت المراقب لها فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ولا جناح عليها لتزين المعروف لو بالغت لا لكن التزين المعروف خلاص انتهت الأربعة أشهر وعشرة تتزين بالمعروف ولا تبالغ طبعا في زينة إذا كان هذه الزينة معروفة فلا بأس في ذلك ولا تجدوا غضابها ثم قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم المتوفى عنها زوجها تجد أن الخطاب لها أكثر من المطلقة وكانوا قديماً حتى في بلادنا هذه المتوفى عنها زوجها تجد أن بعض الناس يحسب أربعة أشر وعشرة وتلقاه في اليوم العاشر يصلي مع أبوها ضابطين لأن المتوفى عنها أرملة وطبعاً كانوا قديماً بسبب التعدد لا مطلقة ولا أرملة تبقى ما في شيء يبقى بس المطلقة العربة لا أكثر لأنه متوفى يعني الزوج ذهب حتى لو حبته وحبته ميت أو أو تاقت نفسه وما ف جاءت التأكيد على وطبعاً لصيانة أيضاً عرضه لأنه أيضاً ميت غائب فقالوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لأن كما قلت لكم هناك دافع بالنسبة للمتوفى عنها زوجة ما يصبرون خطاب فالله عز وجل أباح التعريض ونهى عن التصريح والتصريح هو ما يقوم مقام التصريح من هي عنه التصريح كان يقول أريد أن يتزوجك ممنوع ما يجوز أو يتقدم أو بعضهم قال بعض الفسرين قال كان يذكر شأنه في قوة المعاشرة فأيضاً ما يجوز هذا الأمر يكون التعريض يعني يقول امرأة صالحة وأنا أبحث عن زوجة لكن ما يقول أنا أريدك ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن يعني ستذكرونهن يعني في أذهانكم من الشوق لهن أو لسلتكم ما تصبر يعني يعني الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم بعباده يعلم أن هذه المتوفة عنها زوجها الرغبة فيها كثير وترغب فلقد لا يصبر هذا الذي علم أن هذه الأرملة أما تعالى زوجه سينطلق لسانه فبيح وبيح في مجالات ومنع في المجالات الصريحة قال عرب الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سر والموعدة السر ما هي إعادة بله إما بالزنا أو الموعدة السر بالزواج أو مثل ما قلت لكم يصرح بقوته وبعض الأمور التي كأنها تصريح نعم ولكن لا تواعدوهن سر إلا قال تقوله قولاً معروفة سخص لك فيها وهو ما القول المعروف التعريض إلا أن تقوله قولاً معروفة ثم قال أكد ذلك بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح وسمىها عقد لا تعزموا إبرامها العقدة وسمتنا النكاح عقد بل هو أعظم العقود العجيب يا أخوان كثير من الناس يعنى بعقد البيع والشراء تجد أنه يرجع البنود البيع والشراء ويدقق فيها ويقول خاف بالحرام وخاف ويرجع العقد اللي بينه وبين زوجته وأخذنا منكم مثاقاً غليظة يا أيها والذين آمنوا أوفوا بالعقود قالت لك في العقد أشترط عليك أن أدرس أشترط عليك أن كذا بيته الشرعي أشترط عليك يعني ما تحتال يا أخي يجب أنك أن توفي تتقل الله سبحانه وتعالى فهو عقد بل من أشد أنواع العقود ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ثم قال سبحانه وتعالى مهدداً ومتوعداً واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يعني انتبهوا يعني قد يلف الإنسان ويدور في مثل هذه الأموم واعلموا أن الله يعلم واعلموا أن الله غفور يمكن فلت منك شيء حليم حليم إذ لم يعاجلك هذه في ضمنها تحديد إذ لم يعاجلك بالعقوبة إذ لم يعاجلك بالعقوبة ثم بعد ذلك جاءت آيات لا جناح عليكم إن طلقتم النساء نوع من الطلاق أيضاً لا جناح عليكم يعني لا إثم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة الآن هل يتصور زواج بدون مهر؟ هل يتصور؟ ها؟ يجوز نعم يجوز يعني جاء الخاطب وخطب ولفرحك بهذا الخاطب ما اشتردت عليه شيء وأعطيتها الكلمة وزوجتها ثم بدله التراجع لم يفرض ولم يمس شافها بس شوف ها؟ فما الحكم هنا؟ قال لا جناح عليكم قال الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة لا جناح لا إثم ولا تبع ماليه أيضا ولا تبع لا جناح عليكم إن طلقتم النساء طيب ما الذي عليك؟ الآن الناس استقبلوك ورحبوا بك وزوجوك تركوا قضية الرؤية ذي أمرها لكن لا لم يحصل مسيس ولا فرض وأردت أن تتراجع ها؟ الأولى لك والأفضل والصحيح لعله من الآية أن تمتعها ومتعوهن قال سبحانه وتعالى المتاع أقل يعني شيء يسير لكنه يختلف من حال الشخص ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره على الغني متعة الغني غير متعة المتوسط غير متعة الفقير يعني ناس تقبلوك ورحبوا بك وزوجوك ثم تراجعت يعني لأن تراجعك بدون هدية وبدون إكرام لهم قد يتصور أنك سمعت الناس أنك سمعت شيء مبزين فعندما تكرمها بهدية ها؟ يعني بما يتيسر عليك في ذلك على الموسعي كما قال على الموسعي قدره على الموت وتكون في ذلك عندك مروعة وكرم يقول الناس فعلاً تركها لأنها يعني لو كان فيها شيء ما متع فكسراً لخاطرها فيكون مثل هذا الشيء جبراً لها ولذلك نبغي أن نلاحظ مثل هذه المتعة وأن نشيعها في الناس وتمنى الحقيقة على الأخوال وعظ والخطبة ومتحدثين يتحدثون مثل هذه المسائل الاجتماعية التي وردت فيها نصوص صريحة في كتاب الله عز وجل ولاحظوا أنه قال حقاً على المحسنين وبعد آيات قال حقاً على المتقين المتعة هنا حقاً على المحسن لماذا لأن هذا واضح عندها أحسن الله عز وجل لأنه ما صر من شيء ولا لا فقال حقاً معن المتعة لكل مطلقة الأولى لكل مطلقة يعني الآن حتى لو طلقت زوجك بعد الدخول طلقتها مدعها أيضاً لأن هذا المتاع يعني بعض الناس عياذاً بالله بدل بدل أن يمتعها يؤذيها بهذا الطلاق يجمع لها بين الفراق وسوء الطلاق فيمكن حتى يأخذ كل ما في البيت ولا يبقي حتى الأشياء الخاصة لا ما يأخذ ما يبقيها يا أخي بدل ما كنت أنت لو كنت أين مرؤتك يا أخي بالعكس قل هذا البيت خذي ما شئتي وأبقي ما شئتي وما أخذت حبه لأيما ما أبقيتي خل عندك مرؤة بل أجب الهادية بعد وأدي من العشرة قال عزو ولا تنسوا الفضل بينكم في قراءة ولا تنسوا الفضل بينكم إذن قال صبحاته على ومتعون على الموسع قدر والمقتر قدر متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين طبعاً هذه الآية لو أنها قات حقاً على المؤمنين لقلنا يجب لكن كونها قات حقاً على المحسنين والآية الثانية حقاً على المتقين دلال على أنها على صنفين من الناس إن كنت تريد أن تكون من المحسنين فيحسن الله إليك ومن المتقين فيقبلك الله فكن في المتعة مع هذه المتعة ومع الأسف قل عمل الناس بمثل هذه الآية قل عمل الناس قال سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه مطلقة لا أعده لما لا أعده يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة طيب نأتي للطلاق الثاني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما ذي مسيس وقد فرضتم لهن فريضة وهذا يقع كثير ها فرضتم وترى معنات فرضتم سلمتم لا نطقتم خلاص أول ما دخلت عليها ورأيتها ورأيتها وأنت أول مرة تشوف امرأة على طول قلت أنا مساعدة بمائة ألف المهر مائة ألف ثم لما رأيت غيرها بدأ لك شيء فهنا فرضتم يعني وعدتم أو سلمتم إذن قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم خلاص راح عليك ويا أخوان انتبه هنا يعني الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني ترى الصداق الذي نتحدث عنه هذا في المهر أعطي من الله من الله موبنت لأن قالوا وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبنا بدون ما يقول نحلة قال نحلة عشان ما يمن الرجال على النساء بها نحلة نحلها الله واجب عليك ممنك فإذن أيضا لو لو أنك أفرضت ثم لم تدخل لم تمس قد يجيك الشيطان وتقول يعني ما صار شي لماذا تأخذ النص يدخل العقل لكن لما يجي الشرع يجي النقل ألغ العقل خلاص قدم سمعنا وطعنا هذا السمع وطعه أمني وشنع وقول هؤلاء العلم يقدمون عقوله ماذا أنت يوم جاء الأشياء عليك قدمت عقلك على على منطوق نقلك على نص القرآني قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أي يعفون إلا يعفون من هم الصحيح لا يعفون المرأة طيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقع خلاف بين المفسرين طويل عريص هذه الآية لكن الصحيح أنه أو يعفوه بقية المهار الذي بيده عقدة النكاح من هو الزوج أو الولي الزوج لأن الولي هو الذي يقول ينطق بالتزويت هو الولي والزوج هو الذي يقبل فهو الذي يعقدها أو يتركها اللي أول من ينطق الولي والذي يوافق يعقدها هو الزوج فالذي صحيح أنه بيده عقدة النكاح هو الزوج فإما أن تعفوه عن النسطول خلاص ما دام ما فاصر فيه دخول أو وليها ما دام ما فيه دخول قد عفوت عنك أو يعفوه الذي بيده عقدة النكاح ثم قال سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وخلها مطلقة يعني هذا هذا هذه أقرب للتقوى إذن يقول وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِضًا فَنِصْفُمَا فَرَضْتُمْ يُمْ أَنْ تَوَانَ تَقْحُونَ تخاف وأن تعفوا أقرب للتقوى وخلاص التقوى ما دام أقرب سأكون أنا أتقى عند الله أو هي تقول أنا أتقى أنا ترقتها لله ثم قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وفي قراءة ولا تناسوا الفضل بينكم ثم قال إن الله بما تعملون بصير وإن كانت الآية قبلها وأعلموا أن الله بما تعملون بصير وأعلموا زيادة هنا أيضا في بيان مراقبة الله عز وجل لأولئك وفي نياتهم وفي صفحهم وعفوهم ثم جاءت الآية الأخرى مثل ما قلنا في آية الوالدات جاءت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ثم بعد ذلك والذين يتوفون منكم والمطلقات عاد مرة أخرى فما دلالت أيضا هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لماذا جاءت هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركمانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني هنا جاءت حافظوا على الصلوات حظة الصلاة يعني آية الصلاة وآية الرضاع جاءت في الطلاق عرفنا الرضاع لماذا جاء نأتي هنا لماذا أيضا لا لأنهم يقولون بعض المفسرين قالوا لأن الإنسان قد يكون مشغول بمشاكل الطلاق والمرأة وتشغل ذئنة فجاءت الآيات وقل ابن القيم أيضا لأن هناك حق للعباد وحق لله فلا يشغلك حق العبادة إننا نحن حق أن حق الله وهي الصلاة فجاء بها للتنبيه كانت نبهك لأن اللي عنده مشاكل مع زوجته أو عنده مشاكل مع زوجها تجد أنها إذا صلت تصلي أو يصلي وهو يرتب ويفكر ويخطط فجاءت الآيات حافظوا على الصلوات والصلاة والصنام أحسنت وهذا استنباط جميل من أخوكم يقول أخوكم أيضا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال الله واستعينوا بالصبر والصلاة فالاستعانة بالصبر والصلاة يعني في الإشكالات يعني هي زاد تبدأ تفكر تفكير صحيح مضبوط بضوابط الشرع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال بعض المفسيين أن نحافظوا المراد بالمحافظة على أي شيء هل المراد بالحفاظ هنا الوقت ولا الآكد الطمأنينة والخشوع الوقت والدليل والدليل لا الدليل وقوموا لله قانتين القنوت والخشوع جاء في الآية فكأن حافظوا على الصلوات وبقرينة أخرى أيضا من يضبطها لي في السياق الآية أن الأساس الوقت في كلمة حافظوا لو لم يأتي قانتين وبقية الآية لقلنا أن المراد صلاة كلها وإن كان بعض المفسيين قالوا المحافظة على الصلاة بكل بكل ما فيها من أركان وطمأنينة لكن نقول الأساس في ظاهر الآية ما تعفون من الوقت واضح؟ وهذا يدلكم على أهمية الوقت لو قال واحد بس أصلي بس مشكلة أني بصلي لكن سأصلي وأنا غير مطمئن وإلا أترك الصلاة حتى أطمئن في مكان أهدأ ولو خرج الوقت نقول لا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الأصل الوقت لأبدلالة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حتى وأنت خايف سواء من عدو أو من سبع تركض على رجليك أو راكب ما يرخص لك ولذلك يا أخوان بعض الناس اللي ترخصون الآن ترك الصلاة وجمعها وإخراجها عن وقتها بل بعض الناس تعود يجعل صلاة الفجر الساعة السابعة ما صلى هذا مو بوقت هذا لاصل الوقت وقت الصلاة مهم والمحافظة عليه مهمة فالله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات حائذا على وقات الصلوات والصلاة الوسطى والصحيح طبعا وقع خلاف بينها العلم في الصلوات حتى أن بن جير رحمه الله في تفسيره أورد أكثر من مئة أثر في هذه المسألة خلافهم في أي الصلوات مرادة والأشهر والأكثر أنها العصر والذي يليه أنها قيلة صبح وأضعف هذه الأقوال أنها المغرب وإن كانت قيلة وإن كانت قيلة لكن أقواها لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فصرح النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي يقطع الخلاف في المسألة يقطع الخلاف في المسألة بل ألف بعضهم كتيب اسمه كشف المغطى في بيانة الصلاة الوسطى لأهمية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي نعم إذن فإن خفتوا برجالنا وركبانهم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم وهذا فيه منا وفضل العلم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والنبي ما سأل المزيد من شيء إلا من العلم وقل رب يزدني علما وما ذكر أن فيه فضل على النبي عظيم مثل العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فمن فضل الله علينا وعليكم أن علمنا ولله المنا من قبل ومن بعد والله فضل يا إخوان إن الله سبحانه وتعالى يسوقنا ويبقينا في مثل هذه الدورات ونتعلم وبعدين نتعلم ماذا نتعلم خير حديث أحسن القيل وأحسن القصص وأصدق القيل مرة سألت أحد مشايخ الفضلاء ممن لهم باع في الدراسات القرآنية وكانت مكتبة الصغيرة فقلت يا شيخ ما شاء الله فاتحنا الله عليه في القرآن في تفسيره وفهمه وإتقانه وحفظه فقلت مكتبة عندك صغيرة قال رأيت الكتب كثير فوجدت أصدق هذه الكتب وأحسن القرآن فعشت مع القرآن وكثير من أهل العلم في أخريات حياتهم تمنوا أن لو عاشوا مع القرآن يبقى القرآن حتى بن تيمية على جلالة زيقدر رحمه الله تمنى أن لو كان كل حياته في القرآن مع أنها تعرض القرآن لكن تمنى الرازي تمنى بعضهم وضع المصحف لا صدر في آخر عمرة فهنيئ لكم في مقبلات أيامكم أن يكون هذا الاهتمام عندكم لتعلم كتاب الله عز وجل طيب ثم قال سبحانه عادة مرة أخرى الآية وهذه الآية في أشكال في تلك الآية التي قبلها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسه إنا أربعة أشهر قال هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين هنا الآية مشكلة لأن الآية السابقة كانت وهي سابقة لها ولذلك بعضها العلم وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة هذه الآية باقي حكمة منسوخة لأنها فقط أربعة أشهر وعشرة وقال بعضهم لا بل هذه الآية محكمة محكمة في أي شيء محكمة بنصها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يعني هو أوصى هذا الزوج وصية لأزواجهم أوصى لزوجته وصية تتمتع وتبقى في هذا البيت سنة غير إخراج ما يخبر تخرج من هذا البيت بيتها بسبب وصية الزوج لكن لو أرادت تخرج بعد مضيه الأربعة أشهر وعشرة خرجت يجوز لها أن تخرج لكن ينبغي أن تنفذ هذه الوصية إن أوصابها وصية متاع للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذا لإيش؟ لكل المطلقات ختمت آية المطلقات بهذا الختام الجميل حقا على المتقين وقلت لكم المتقوى تجي تكرر حقا على المتقين ولعلها للندب أن يكون أيضا للمطلقة حتى المدخول بها إذا حصل بينك وبين زوجك شقاق أو طلاق وصل إلى المسألة الطلاق فأيضا أحسن إليها بإهداهية واعتبر أنك من يمتثل أمر الله عز وجل في هذا الإعطاء ثم قال سبحانه وتعالى ختمة الآيات كذلك يبين الله يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته هذا البيان وهذا التفصيل اللي سمعناه العجيب الدقيق لعلكم تعقلون هذه الآيات وتتأملون ما فيها من رحمة وكيف كان الناس يعيشون يقول الله عز وجل ألم ترأ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعف له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هنا الآيات متصلة ببعضها فقال الله عز وجل ألم ترأ إلى والعادة أن النظر لما يؤمر بنظر علمي لا يتعدى بإله إلا إذا أريد منه التأكيد وكأنه رأي العين ألم ترأ وهذه الرؤية العلمية ألم ترأ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إما أن المرادة بهم ألوف يعني كما قال بعض المفسين أربعة ألاف ومنهم من قال عشرة ألاف ومنهم من قال ثلاثين ألف لا يهمنا العدد وإن كان الذي يهمنا إن كان اشتقاق العدد فالحقيقة أن العدد فوق العشرة ألاف لأنه قال ألوف أو يكونوا مؤتلفين ألم ترأ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت سواء كانوا عددهم كبير والعادة أن الخروج عندما يكون بهذه الكثرة أو يكونوا متآلفين على أمر معين خرجوا بهذه الكثرة لكن كان خروجهم وهدفهم حذر الموت وجاءهم الموت إما على قولي كثير من المفسين أنهم جاءهم الطاعون والمرض فقال الله عز وجل لهم تشر فيهم المرض وماتوا ثم بعد ذلك أحياهم أو أن الله أماتهم إمات بلا مرض بلا مرض يعني كأن الآية ترشد إلى أنكم خرجتم خوف الموت فقد جاءكم الموت وخاصة أن الآية التي بعدها قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله فكأنهم هل فروا خوفا من المرض أو خوفا من القتال ظاهر الآية أنهم خافوا فروا من القتال بدلالة السياق ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أي موت لأن الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله فكأن الخوف وقع منهم خشية أن يقاتلوا واجتمعوا وخرجوا فجاءهم فأمرهم الله عز وجل بهم أن يموتوا ثم أحياهم وبقوا أيام حتى أن بعض الروايات الإسرائيلية تقول بقت فيهم ريحة الموت والنتن يعني بقوا أياما موتى ثم أحيوا فبقي في أجسادهم على كل إن هذه روايات إسرائيلية لا يهمنا عددهم ولا يهمنا كيف ماتوا وما هي الرائح كل هذه الأشياء هذه من من روايات بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب لكن ليس ليس فيها طائل فائدة ليس فيها فائدة الجهل بها أو العلم بها الأمر في ذلك يسع بعلمها أو بعدم علمها على كلٍ ألم ترأي يقول السؤال ألم ترأي إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الذين أحياهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليهم هذه مقدمة لقصة الملأ من بني إسرائيل هذه مقدمة وفيها تحذير من أهل الإيمان أن يسلكوا سلوكهم عندما يفرض عليهم الجهات فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قال بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعف هنا وأضعاف كثيرة وتذكرون قلت لكم في الحديث أن هناك دائماً ارتباط بين مسائل القتال أو الجهاد والمسائل النفقة المالية وأتمنى أن يسل الله بعض الباحثين يجمعوا في هذا الآيات ويدققوا فيها ويحققوا في هذه المسألة لأن هناك مواضع وهي قليلة جاء تقدم الجهاد بالنفس على المال لكن مواضع يسيرة فتحتاج أيضاً لبيان وجمع وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً هنا رغب في النفقة وبعضهم عد أن هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً مقدمة لآيات الإنفاق في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم التي أطال الله عز وجل وفصل فيها آداب النفقة ولاحظوا سبحان الله مع أنه كلها أوامر وكل أمر يأتي على شكل وأدب يأتي على شكل فهنا جاء بالاستفهام قال من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله والقرض المعتاد أنه يعطى ليرد فإذا كان المعطى مليء سبحانه ويثمر هذا العطاء من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فأمر الله عز وجل ورغب في هذا العطاء بمثل هذا الاستعطاف وهذا الاستفهام وأحاله على أنه القرض له سبحانه من ذا الذي يقرض والله عز وجل غني عنا مرضت عبدي فلم تزرني فقال الله في العديد القدسي أما أنك لو مرض عبدي فلان فلم تزر أما أنك لو زرت لو وجدتني عنده إذن القرض لله سبحانه وتعالى عندما يأمر الله عز وجل بأن نقرض الله عز وجل هذا القرض الحسن وخاصة كما قلت مع الجهاد وآيات القتال تحتاج إلى مثل هذا المال ولذلك خير ما صرف فيه المال أفضل مصارفه الجهاد في سبيل الله ولذلك قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة وقال بعض العلم إن الحسنة بعشر أمثالها إلا في الصبر وفي النفقة لأنها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذه الأضعاف بعضهم قال بيّنتها قوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنبع سنابل في كل سنبلات ميات حبة والله يضاعف فكأن المضاعف جمع بين هذه الآية وتلك فيضاعفه أضعافا كثيرة ثم بيّن الله عز وجل أنه القابض والباصط والله يقبض ويبسط فهو القابض وهو الباصط والأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه وتعالى وإليه ترجعون ثم جاءت القصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل والمراد بالملأ الأشراف والسادة لأنه سموا ملأا لأنه تمتلئ صدور مهابة لهم أو أنهم يتمالؤون على الشيء فيتموا ما أرادوا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ماذا صنع هؤلاء الملأ وهؤلاء جاءوا بصريح القرآن بعد موسى من بعد موسى وقالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم أذكر ذاك الوقت إذ قالوا وتنكير النبي إذ قالوا لنبي لهم يدل على أنه أي نبي لا يعنينا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهم اعتادوا على أن يقاتلوا مع الملوك بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم وهو يعرف هذا النبي حال بني إسرائيل من التردد والعصيان إذا كانوا ترددوا في بقرة يدعبحوها فكيف بأمر الجهاد فقال وهذه تفاد منها أيضا للأمة حتى لا يتردد متردد في مثلها قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دياننا نقاتل في سبيل الله وأيضا هناك نحن نقاتل لله وكذلك نقاتل لأجل هذه الديار التي أخرجنا منها فعندهم من الدافع ما هو لله وما هو لإخراجهم من ديورهم وبوتاتهم وما لنا أننا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقاهم بالدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة